السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد النهاردة هنشرح اخر واهم التحديثات في موقع كوينات برو وتحديثات جميلة جدا ان شاء الله هتعجبكم فيريد تتابعوني الاخر الشرح وكمان محتاجين تعليقاتكم ووجد نظركم وافكاركم الجديدة عشان الفكرة جميلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله وهتحفز كل الناس مع بعضيها باذن الله فتابعونا الاخر الشرح طبعا ناس كتير عارفة كوينات برو وناس كتير اشتغلت على كوينات برو وناس كتير سحبت وناس كتير اتكلمت على كوينات برو بسبب نجاحه في الدفع طبعا والمشروع والفريق بواجه عام وزي ما انتم شايفين انا النهاردة بعمل فيديو الساعة انا اسف فيه الناس بتشتغل في البيت اللي جنبي فتسمعوا صوت ممكن يعني في الباك جراوند بس انا لازم اعمل الفيديو النهاردة 23 الساعة 8 ونوص صباحا انا بقوم بعمل الفيديو بتاعي يوم 23 زي ما انتم شايفين سحب مصر والجزائر سحب 45 روبل سحب 10 روبل امبيرح وكمان هنا مصر هو 45 روبل امبيرح برضو 22 بيسحبوا الناس ومفيش اي مشاكل من الموقع فده اللي بينجح ايه الموقع و ايه افكاره ايه فيه ناس بتتكلم طبعا وبتقول ان الموقع ارباحهم مش عالية لا بالعكس الموقع ارباحهم كويسة جدا ومقنعة جدا وحقيقية جدا 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 انما انت لو روحت تشتغل في موقع روسي ممكن تربح اكتر بس ممكن ما تسحبش اي حاجة فايد النقطة ما علينا تعالى نشوف التحديثات الشكل العديد ما كانش بهذا الشكل الخالص كان موجود الروبل الروسي والكلام ده ان نهاردة مكتوب لك اربح روبل او شحن ببجي وشفت كارت كمان شايفين هنا يعني ممكن تشتري او تبيع او تربح ببجي يعني اربح او يعني حول ربحك لكارت جوجل بلايب مثلا الجميل هنا برضو اللي هم عملوا مسئولين او مندوبين مندوبين بمعنى ايه مندوبين اللي انت بتكون بقع في الموقع بتكون راجل عايز تكسب من الموقع فكل ما عليك ان انت بتقدم تكون مندوب من الموقع ودي فكرة جميلة جدا انت عملت من الموقع يعني مسئول في بلدك هنقول في الجزائر انت راجل في الجزائر موجود وعايز تربح كل ما عليك ان انت بتكون مندوب للموقع بيتحطى صورتك وكل الكلام ده لو احنا دخلنا هنا وشوفنا country representative بتفتح هنا form contact us وبتكتب النام والايميل وليه انت عايز تكون مندوب لان انا مثلا اعرف ابيع أعمل اشتغل اعمل اجيب ناس وهارف يكون مندوب او كائد فريق هنا بتكتب بلدك countryandinavs المدينة البلد سكايب لو انت ما عندكش سكايب يستحسن تكتب التيلجرام بتاعك الواتساب لو انت عندك واتساب وغروب ركب الهاتف ومعلومات عنك وهنا بترفع صورتك وبتختار البيم انت مثلا هنقول في الجزائر السي سي بي طب انا هستفاد ايه يا مندوب انت في الجزائر دلوقتي او في المغرب او في ليبيا او في اي بلد صعب اللي هو يكون عنده طب ايه بالتالي انت بتدعو ناس يخشوا ويدفعوا لك بالكاش بتاعهم العادي جدا اللي هي مثلا الدج في الجزائر وانت بتقوم عمل لهم اداء من داخل الموقع او بتكون تواصل مع الفريق على طول يعني بعد ما هو بيدفع انت بتشتري من ليهم من داخل الموقع تمام بجانب اللي انت بتاخد عمولة من الحالات بتاعتهم لانهم طبعا بتواصلوا معاك بيعرفوا الموقع اخباره ايه بمسلا فانت بتربح عن اي مبلغ هما بيعملوا اداء من داخل الموقع كمان النقطة التانية اللي انت بتكون صورتك موجودة وعنوانك التليجرام مثلا ففيه ناس بتكلمك بتقول لك يا يا استاذ كذا انت اراك في الموقع ده فبتقول له لا جميل وسجل من هذا الرابط فالناس بتكون يعني يعطيك مصدقية اكتر فبالتالي انت بتربح اكتر تالت نقطة اما عند بيع مسلا منتج معين يجي شخص عايز يشتري باب جي او فري فاير فبتواصل معاك بول لك هو حقيقي الموقع ده صادق بتقول له ايوة مسلا صادق او مس صادق انت حسب طبعا انت شايف ايه تمام وبالتالي هو بيشتري من خلالك فانت برضو بتربح من خلال هذا الشخص فليلا انت اقدم وشوف اذا كنت هيتقابل ولا طبعا بيقبلوا ناس معينة بس اللي لا اهلا بكم وجربوا يبقى ده تحديث جديد وده تحديث جديد طيب هنا بيقول لك يعني انت هنا تقدر تشتري جفت كارد وفري فاير ده حاجة جميلة جدا الموقع عملها طبع زي ما انتم شايفين هنا ستيم او جوجل بلاي او 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 كل هزي الكروت اللي امام حضراتكم وهنا بيكلم على الماركت او ارن فري يو تي سي او فري دايمون وبيكلم عن كل حاجة هنا طيب فين المدجر دوت وفين الجفت كارد نهم مكانين مختلفين لو احنا روحنا للجفت كارد ودخلنا على بعد ما نسجل على باي جفت كارد يتخلك على الجفت كارد هو زي ما حضرتكم شايفين وهنتكلم عليه دلوقتي او من خلال هزي السلة لو انت دغطت عليها كده هتدخلك برضه على الجفت كارد او من البانر الماركت بلاس هو من هنا هون من خلال ماركت بلاس وبردكت زي ما شايفين هنا الشحن وهاشرح لكم ازاي لو انت عايز تسوق او لو انت عايز تشتري لو انت عايز تشتري كل ما عليك انت بتخش بتعمل اداع وبتشتري او بتشتري في الحال لو انت عايز بيقول باي مثلا هنا بيقولك بيشرح لك كل حاجة وبيطلب منك هنا انت عايز قدي شحنة مثلا تقول له ايوة شحنة واحدة بمثلا 300 او 325 او من 300 325 UTC بيقولك سعرها كان بالروبل تمام بالتالي ديليفري ادرسة جماعة هنا بتكتب اليوزر بتاع الباب جي ويقولك انا محتاج اليوزر بتاع الباب جي بصوا الصورة هنا واضحة امام حدثتكم ازاي ويقولك اليوزر انا محتاج اليوزر اديني اليوزر بتاعك ويقولك خش ودوس على العلامة ديت بتلاقي اسمك مكتوب هنا لازم تكتبه صح عشان الغلط كده بيبقى اسمه ايه بلير ايدي تمام وبتكتبه في الديليفري ادرسة دوت بلير اي دار دي والايميل بتكتب الايميل بتاعك وممكن تدفع من خلال البلانس من خلال البروسيد بلانس من خلال الكمميشن انت بتربح منه او من خلال الماركت بلانس او من البيمنت بروسيس لو انت عملت كده هو بيقولك اكتبه المعلومات وطبعا كل الكلام ده والطرية سهلة جدا ودفع اوتوماتيك تم دافع اوتوماتيك او لو انت معك فلوس في الموقع طيب انا معيش فلوس دلوقتي في الموقع اعمل ايه كل ما عليك انت بتخش على ماني ودبوزيت او صفحة الرأسية ممكن تعمل دبوزيت انا بختار هنا الدبوزيت من خلال بايير ادف كاش بيتكوين لائتكوين ايتيريوم اكسر بي وبتكوين كاش تمام بعدين بختار انا محتاج اعمل ايه انا محتاج ادخلهم في المين بلانس ولا محتاج ادخلهم في إكس كوين كريدت ايه هو ده ده بيكون عن المتجر اللي هو إكس كوين كريدت او المين بلانس اللي انت دار تتحوله بعد كده من المين بلانس ليل بروسة او الشراء او شراء منتجات من خلال المتجر طيب سيئ انا دلوقتي دفع اوتوماتي كل حاجة وبتظهر لك المعلومات بهذا الشكل في الصفحة الرئاسية اللي انت قمت بعمل ديبوزيت وبش عارف ايه فين الكلام ده هتلاقيين اهو. ممكن ما يكونش بيزهر بعد كده الله اعلم. المهم بعد كده بيزهر عندك هنا كل المعلومات اللي انت هتشوفها بعد كده. هنقول انا دلوقتي عمد ايكسي كوين فري اللي هي العضوية المجانية. خلي بالكم معايا لان انت لو بصيت هنا هتلاقي هنا الماركت بالاتس وهنا الكروت الجيفت يعني موجود حتى فوق وموجود حتى تحت. هنا انا عشان اشتغل بالمجان اشتغل بانها. طب انا عشان انصحك تشتغل بايه? انصحك تشتغل بعضوية ولكم. عضوية ولكم هي سعرها خمساشر يوم واحد روبل ونص. في خمساشر يوم. ممكن اشتريها مثلا تسعين يوم بخمسة روبل. هي بتكون شبيهة بالمجانية ولكن فيها ربح عالي جدا وهفهمك ازاي. ربحها هنقول دلوقتي انا عندي اكسي كوين فري اللي هي مجانية هشتريها لمدة تسعين يوم. هدفع خمسة روبل. اوكي. ليه? دلوقتي اهوريك. انا الاول لما كنت شغال في اما وردت لكم. لو انت عايز ترجع حتى بالفيديو وتشوف الماركت بالاس. ما كانش في اي اي انا عايز اوريها لكم. بس طبعا انا في البروسيسنج دلوقتي فما ينفعشي. ما كانش فيه الله ما صلى على النبي رابط احالات. تعالى نشوف كده لو هتزهر هنا قبل ادفع. مش عارف يا زارت ولا. لأ دخلت على ولكم على طول. تمام? لا كانش فيه رابط احالات. طيب انا دلوقتي لو دخلت هنا. هلاقي رابط احالة هوا جماعة للمنتج اللي انت تقدر تسوأ له بدون اي مشاكل. سواء واحد من داخل الموقع. او واحد من داخل الموقع اخذ رابط بتاعك واشتراه. اشترا به تسعين في المية انت المفهود هتربح. بس في اي حالة تعالى نشوف طريقة الربح ازاي. واحد سجل من خلالك. عمل اداع يبقى انت ربحت واحد في المية. اشترا من منتج يبقى انت ربحت ثلاثة في المية يبقى انت ربحك اربعين في المية. طيب قولوا لهو عمل اداع واشترا منتج واشترا باقي يبقى انت ربحت خمسة في المية. فتخيلوا ربحات ديه. حسب الربح في باب جي مثلا واحد في المية في ثلاثة في المية ربح وفي خمسة في المية ربح كمان. تمام? يعني انت ربحان ربحانه ما هو يعمل إداع ربحانه ما يسجل من خلالك ولكن مش ربحانه ما يضغط من الأعلانات من خلالك ودي الطريقة اللي هي نكحة لكوينات بروب ازاي المواكع التانية النصابة اللي هي بتقول لك ايه كل ضغطة هتربح عليها فلوس وكلب ده كل فاحنا قلنا دلوقتي عندنا هو ولكم عندنا هنا كل المعلومات وهنا بنكتب واحد وهنا بنكتب الاي بي لو انت هتشتري فري فاير لازم تكتب الاي بي واليوزر يعني هو ما بيطلب اتنين وموجود حتى في فري فاير لو احنا رحنا هنا وضغطنا على ماركت بالاتس واختار من هنا هقول فري فاير Thiemond هنختار الفري فاير دايموند هو هنا بشرف ايه بقول لك انا عايز الاي دي وعايز اليوزر فانتبتكتب هنا واضح اي دي ويوزر تمام وبتشتري طيب دي ديت بالنسبة للمعلومات تعال نشوف مثال انا عايز اشتري دلوقتي بميتين وعشرة مثلا دايموند. انا هكتب مثلا دليفيري ادرس. هو مكتب لك هنا. هو بقول لك هنا ايه. لازم تكتب لي البلاير اي دي. خلي بقى لك هنا. تمام. فانا هم نسخ دول كده بهذه الطريقة. وهم حضرته منهم. بلاير اي دي. ونك نام. تمام. هكتب بلاير اي دي. واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة. نك نام مثلا هكتب سام. الفين وعشرين. تمام. هكتب الايميل بتاعي اللي انا عايز توصل عليه المعلومات. تمام. وعندي اكتر من طريقة اللي انا قدر ادفع بها. المين بالانس اللي هو دوت. هي اللي هو انا شريق. بنا عندي فلوس في المين. الكمميشن بالانس اللي انت ربحان من الاحالات. الماركت بالانس اللي هو دوت. اللي انت ممكن تخش وتشهن عليه زي ما نولت لك. البيمنت بروسيس اللي انت بيدخلك عليه. طيب. لو انا دخلت على البيمن بروسيس هيعمل لك كده ادفع ببيرفكت يعني ما عندكش مشكلة ممكن تدفع في الحال. تمام? وبالتالي بتخش مثلا بتقوى معامل بهذه الطريقة. بمحولك بقولك هتدفع بايه? تمام? هتدفع بالروبل هتدفع بالدولار هتدفع هتدفع وتدفع. اهو بقولك يعني هتشتري ايه كل حاجة والنيك نيم بتاعك وهو يا جماعة زي ما فانا اخلي بالكو اي معلومات انتو بتحطوها بتبقى خلاص ادخلت على السيستم. بعد كده انت اشتريتها. تمام? بس في الحالة دي انا بوريك لو انت هتشتري من خارج الموقع. تعال نشوف من داخل انت معاك حساب زي ما انا معايا كده وهنشتري دلوقتي كمثال امام حضراتكم. تمام? هنعمل نفس الطريقة. وهنعمل نفس الطريقة كده. وهنحط ال اي دي واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة والنيك نيم مسلا سام عشرين. وهكتب ايميل هنا. تمام? وهعمل فيا بروشيس بالانس. يدونها في اناف فوند للبروشيس عشان هو تسعين. انما اختار انا اخترت المين بالانس ولا بروشيس بالانس. تمام? دلوقتي هو كده في حالة فريزنج بمعناها لوه بيحاول يشتري. تعال نشوف كده. الصفحة بتتحمل زي ما حضراتكم شايفين امام حضراتكم. وبعد كده هينقلك على الاوكي. يور سكسسفول بوت. يور سكسسفول بوت ده بروشيكت. يعني انا اكمت بشراء البروشيكت. طب انا كده انتهت على كده. ايو انتهت على كده استعليك. تخش على ماي بروشيكتين. انا هنا اهو. في حالة متعلقة. تمام? هنا بيوريك الباع. هنا بيوريك السعر. هنا بيوريك العدد. انا شحنت هنا مرة هو. طيب هي دلوقتي في حالة البندينج. طيب مين اللي بيأكد العملية دي اللي بيأكدها هو انت. تمام? لو يعني معناها اللي انت هديسة طالبان. ما وصل لكش اي حاجة لانه بيوصل في خلال 3 او 6 ساعات. المهم ما هيوصل لك. اول ما هيوصل لك انت كل ما عليك انت بتعمل. معناها اللي هو وصل. ما عملتش confirm بس وصل لك. السيستم بعد كده بعد ثلاثة ايام بيعمل لها confirm الوحدة. ما وصل لكش هتسبع في حالة البندينج وبتتواصل مع الدعم. وبيجيب لك اثبات اللي هو بعت لك او انت غلطت ديته كذا. او انت وصل لك بس انت بعت الرقم غلط مثلا. او هما بعتوا الرقم غلط. فبيبعت لك مرة تانية. ففي الحالة ديت بتكون كل حاجة متكنفرة قدامك وانت شايف اللي انت شارك هذا الشكل. تمام? هنيجي دلوقتي عشان نشتري منتج من الجوجل بلاي. الجوجل بلاي بتربح منه من الحالة ازاي؟ بطريقة مختلفة. ان العميل لما بيعمل اداع انت بتربح من المنتج بتاعه. لو انت مندوب هتلاقي نفسك بتربح كمان اكتر من العادي. الشخص العادي. طيب احنا شايفين هنا جوجل بلاي بلاي ستيشن نتفليكس واكس بوكس وستيم للسعودية والامارات ويعني شي جميل وكروت شحن للسعودية وزين كاش وفيزا وفيرتوال فيزا وكده. طيب الفيرتوال فيزا كل ما اما انت بتشتري بيجي لك ايميل بيبعت لك وفي الفيرتوال فيزا بيجي لك زي تتوريير او طريقة انت بتخش على موقع ايه بتحط الكود دا وتو بتحط الكود دا وبيعملك جينيريت فيزا ليك فيرتوال بتكون باسمك وبتكون بكل حاجة وانت بتشتغل عليها. وبيديك كمان نوتس ان لازم تعرف ان مش كل المواقع بتقبل الفيرتوال فيزا وانت عارفين الكلام ده كله بس هي فيزا بتكون شغالة باسمك امريكي تمام التمام طيب اشتغل باي بي امريكي اشتغل بالكام ده ناس كتير عارفة او بتشتري فيفا تابنتاشر اوليجنال كي او امازون كارد او فودافون بتشحن فودافون او كاشيو او ماستر كارد برضو او بتشحن كروت شحن الجزائر ادو. فكل ما عليك ان ما انت بتخش هنا مثلا هنقول احنا عايزين نشتري منتج مثلا زي دوت. انا في الحالة دي هجرب مثلا كفودافون مثلا مبلغ زغير 25 مثلا. بص هنا بقول لك ايه بقول لك انت بالفودافون كاش تقدر تشتري 25 جنيه هيجيلك اكشنج هندرد ايكس كوين او كريدت تسعة وتسعين واحد وسبعين. خلي بالكم نقطة دي. يبقى انت محتاج مية هنا او تسعة وتسعين هنا. لو انا عملت سبميت كده بقول لك ما عندكش اي فلوس. ده حقيقي. طب انا اعمل ايه بخش هنا على ترانسفير بعد ما اعمل البروشيس او بعد ما اشتري المنتج زي ما اقول لكم في المين. وهم داخل على ماني وترانسفير. اختار من هنا من مين. مثلا اختار الماركت بلانس. انا محتاج مية كطة. تمام. دينا في ناف فوند في المين بلانس. يبقى اختار البلوشيس بلانس. لالبوينت. انا احتاج مية كطة. قال لك اختار من vitesse. اختار من شديد. اختار من الش dla確 ham Konstant sa دي ان الاحلاء للشباب اللي بتلاقي الاركام المكتوبة دي. قم اني بقول لك اننا هينتبه بعد تسعين يوم المين برشيبي. حالUT بتاع نرجع من المفيد من المشبب عن موضوعنا. بنخش هنا. بنحاول نشرط المنتج اللي احنا قولنا علي جدا. مثلا في الحالة دي تجربة بقول لك اللي انا هشتري بمية اكس كوين اللي هي بصوا هي موجودة هي بقت عندي مية او الكريدت تسعة وتسعين بعمل سبميت بصوا دان انا اشتريته طيب هو ايه اللي حصل انا كده اشتريت كارت في حالة فودا فون كاش تمام في حالة فودا فون كاش انا اشتريت كارت طب انا دلوقتي بسيبتش اي موضوع معلومات خالص كلامك صح في الحالات بتاعة فودا فون كاش انت بس يقول لك your gift code request has been sent it will be verified by يعني بعد بعد 24 ساعة في حد اكسر 24 ساعة هيتم معالكته وهيتم الارسال على الايميل ده طيب تمام انا كده عملت اشتريت gift card تمام ممكن اخش على ال sitting بتاعتي واخش هنا واكتب ممكن هنا رقم التليفون لو انا عايز كده السببورت بيشوف على طول رقم التليفون بتاعك او بتقوم داخل على اكس كوين كاش وبتديله رقم التليفون بس انت سهل تكتب هنا phone number او تليفونك تمام فاي مكان في الزيب كود هنا وتكتب زيره عشرة كذا 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 فعلى طول بيعرفوا اللي هو ده رقمك اللي انت شاري بي لو اندخلت على gift card كده بهذا الشكل اتلاقي ان هنا مفيش اي حاجة خالصة عندك زهرة اه انا اشتريت انا ما اشتريتش واخش في panic واخش في stress اللي انا مش عارف انا اشتريت ولا اهو بتلاقي هنا هوت في last بلانس لو بصوا انا هنا عملت ايه ابجريت في الفيديو اشتريت ماركت بلانس وترانسفير وعملت ترانسفير بمية واشتريت الجيفت كارد بمية يعني هنا كده اشتريت طبعا السيستم بيوضح للموقع انا بديلك مثال في حالة انك انت هتاخد فودا فون كاش ولكن في حالة لو انت هتاخد جوجل بلاي بيجي لك كود على طول على الايميل بتاعك انت بتاخده وتحطه في جوجل بلاي بتاعك وبتبقى الموضوع شغال في حالة فودا فون كاش الحالة الوحيدة بس اللي هي بتجي لك يعني لازم انت بتدي رقمك وايه بريد الجزائر ايه ادومة اللي هو شحن انترنت الجزائر برضو بتتواصل اده تتواصل ازاي تتواصل على طول اول ما بتكون بدفع المنتج تفتح ساب بورت تيكت على طول وتكتب كمت بشراء منتج تمام كمت بشراء منتج كنت اكتب من هنا هوا وتكتب هنا تسيند ساب بورت وتكتب هنا كمت بشراء منتج تمام جوجل بلاي مثلا و او فودا فون كاش ركب الهاتف الخاص بيا كذا خلاص كمت بشراء منتج انترنت دوم ركب الهاتف اللي هيتم عليه الشحن الهاتف واحد دين تلاتة اربعة خمسة الموضوع منتهي مية في المينة تمام وممكن هيجي لك كمان ايميل كونفرميشن من الساب بورت بعد الدفع انما كل شحن السعودية جوجل بلاي كلام ده كله بيوصل لك على حسابك على الايميل على طول بدون انتعب بدون اي مشاكل خاص فالموضوع جميل جدا وده كان شرحنا لموقع صراحة الموقع مفوش في اي كلام بصراحة يعني اول فكرة تكون موقع ربح استثماري وفي نفس الوقت تقدر تشيري منتجات او تقدر تحول ربحك زي ما انا قلت لك الى منتج اخر نقطة هو سؤال مهم جدا الناس بتسألنا كتير فيه الاستثمار الاستثمار بينقسم لنوعين ابجريد اللي هي عدوية شهرية اللي انت تقدر تشوفها وكل يوم لازم شوف اعلانات وهنا انواع الابجريد زي ما نحضراتكم شايفين قادر اشتري واحد ابجريد بس تاني نوع من الاستثمار اللي هو الريفينيو شير وهي بقاط تكاسم الارباح احنا بنتكاسم معاكم ارباح الموقع بطريقة حقيقية بطريقة بصراحة يعني بنتبع ربح الحلال الحمد لله رب العالمين وكل ربحنا حلال ولا مؤامرات ولا كلام من ده كله عشان يبقى كل الناس اعرف تختار باكا من دول طيب انا عايز اشتري باكا قوية جدا اسمها باور كريبتو انفست باور كريبتو انفست بديك 125% يعني انت حطيت 100 بعد انتهي الفترة بتجيلك 125% عشان تحط الباكا دي الباكا دي الصح اللي انت بتحطها بتتواصل مع اكس كوين كاش في الساب بورد يعني انت بتخش هنا وبتكتب اكس كوين كاش في الساب بورد بهذه الطريقة بتخش هناو بتتواصل الشات او بتدفع عن طريق الكريبتو تمام لو انت تواصلت مع الشات وقلت له انا عايز اشتري ب100 دولار باكا تقاسم الارباح وهدفع عملات لان انا عايز الباكا دي اتو عايز افتح اكتر من باكا بتواصل معاك واحد مسؤول تسواء محمد محمود احمد عيسى ايمن امين تمام اكتر من شخص وبيقولك اوكي هتدفع للرقم الحساب ده بعد ما تدفع هو بيبعت لك ايميل من ياخد الايميل بتاعك من كونات برو تمام وبيديلك ويقولك انا هديك فاوتشار كود تمام يعني هتاخد كود من الموقع الكود دوت من الموقع بيجيلك من خلال الايميل بتاعك من داخل الموقع او بتتواصل معاهم بيجيلك وبالتالي بتحطه في الفاوتشار كود اللي هيزهر عندك ان شاء الله وبتلاقي المبلغ في حسابك فبتفتح باكت ايكس كوين باورة واحدة اتنين تلاتة اربعة مفيش مشكلة انما الباكات الاخرى بتكون بالروبل تمام انما الباكة ديت زي ما ان شايفين هنا هوت بتكون افضل باكة هي طبعا دي لانها كواتة اقل كربحة اكسر طبعا بدون اي كلام خالص زي ما شايفين مية وسبعتاشر مية وطمانتاشر مام مية وسبعة وعشرين يعني دي ربحها اقل ربحها فوقتها اقل ذلك ليلا لو انت دخلت هنا وقلت باي فور ريفلر ديت بمعناها لو انت عايز يشتري باكة لشخص معين من احالتك ودي فكرة كويسة جدا انت تستسمر لناس معين بمعنى صح انت بتكلم الموقع تقول له انا هستسمر لناس معين او ما بتكلمش الموقع بس انت بتختار الباكة ديت عشان كي لازم يكون انت عندك المبلغ بالكريبتو وبتشتري له خمس باكات تمام او باكة واحدة او زي ما نشايفين خلي بالك لو انت دخلت هنا بتدفع له من فلوسك انت بتشتري له انت فدي فكرة جديدة برضو تقدر تفيد اشخاص معينين فقط مسموحة للمندوب تمام حاول تكون مندوب عشان تكون مصدقية للناس كل ما عليك انت بترسل الموقع بس وبتكتب معلوماتك وبترفع صورتك وبيبقى اللي انت اكتف ولا لا وهتبتك تشتغل وايه هتربح ان شاء الله وايه بتشتغل في موقع صدق فانا حولت اغطي لك كل حاجة عن كوين اد برو سواء الماركت سواء السمار سواء الدفع سواء طور الربح كل حاجة يا رب الفيديو بتاعي يكون سهل وسهل اسمع ليش هو اطول شوية بس مفيد لي اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته